بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين هذه الآيات تبين المقوم الثالث للأمة الإسلامية وهذا المقوم هو الجهاد وتحمل المشاق يا أيها الذين آمنوا هذا خطاب للجميع ولكن ورد في تأويله عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال ما أنزل الله آية فيها يا أيها الذين آمنوا إلا علي رأسها وأميرها وعن الإمام الرضا عليه السلام ليس في القرآن آية يا أيها الذين آمنوا إلا في حقنا يا أيها الذين آمنوا اعلموا أن الحياة فيها صعوبات استعينوا بالصبر في أموركم التي تريدونها هذه الأمور سواء كانت باختياركم أم لم تكن باختياركم كالصحة والمرض اللي في كثير من الأحيان مو باختيار الإنسان والفقر والغنى اللي في كثير من الأحيان باختيار الإنسان فالكثير من الأمور تتنجز بعد حين فإذا صبر الإنسان تنجزت أموره ونعم براحة البال واطمئنان النفس أما إذا لم يصبر جرى القدر وهو مضطرب البال كئيب يقول أمير المؤمنين عليه السلام على أنك إن صبرت جرى عليك القضاء وأنت محمود وإن جزعت جرى عليك القضاء وأنت مذموم والصبر هو عدم الانهيار أمام الصعوبات والمغريات فمقادر الله تبارك وتعالى تجري سواء صبر الإنسان أم جزع لكنه إن صبر كان مرتاح البال غير منهار حافظا قواه النفسية والبدنية ليستمر في مهامه بالإضافة إلى تحصيله ثواب الله أما إن جزع فيبقى قلقا نفسيا مشتت البال منهار القوى غير سليم الفكر والعمل فيخرج عن القابلية لحمل المهام الصعبة ومن مصاديق الصبر الصوم حيث يقوي عزيمة الإنسان كما في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام الصبر هو الصوم استعينوا بالصبر والصلاة لأن الصلاة توجب توجه الإنسان إلى الله سبحانه وهو القدرة المطلقة التي لا غالب لها والصلاة تسبب الانصراف عن الدنيا فيشع في النفس الهدوء والسكينة وعدم الاهتمام بمكاره الدنيا وهذه الآية تطرقت إلى بيان هاتين الصفتين الصبر والصلاة لأنهما أهم مقومين لمن يريد حمل الرسالة والتبليغ والإرشاد حيث يواجه الكثير من الصعوبات ولا يمكنه التغلب عليها إلا بهاتين وفي الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام يا فضيل أبلغ من لقيت من موالينا عننا السلام وقل لهم إني لا أغني عنهم من الله شيئا إلا بالورع فاحفظوا ألسنتكم وكفوا أيديكم وعليكم بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين هذه المعية معية النصرة واللوت والعناية والرحمة ويتعقبها الأجر والثواب وهكذا يهذب الله تبارك وتعالى الإنسان والأمة ويرشدهم إلى مهمتهم العظيمة ويمرنهم على الصبر والتحمل ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون بعد أن بينت الآية السابقة لزوم الاستعانة بالصبر والصلاة هناك خطوة أخرى وهي أنه لا بد أن تتحملوا مشاق القيادة فأن تأسيس دين جديد فيها صعوبات وفي طريق الوصول إلى الهدف هناك شهداء ولكن انتبهوا ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات في سبيل الله يعني في الطريق الذي يوصل إلى الله تبارك وتعالى وفي الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام سبيل الله هو علي وذريته ومن قتل في ولايته قتل في سبيل الله ومن مات في ولايته مات في سبيل الله هؤلاء ليسوا بأموات الميت من لا تأثير له في الحياة ولم تداد له هؤلاء ليسوا كذلك هؤلاء أحياء حياة واقعية في الدنيا بتأثيراتهم وامتداداتهم وفي الآخرة لأنهم في نعيم مقيم ولكن لا تشعرون أنتم بحياتهم إذا الحياة في نظركم الحس والحركة وهذا معنى سطحي للحياة لأن الإنسان محبوس في هذا العالم فلا يشعر بالعوالم التي هي أرقى من عالمه فإذا ما ترأى حقائق العالم الآخر وهناك يدرك أن الحياة الحقيقية ما كانت في ظل نعيم الله تبارك وتعالى وفي الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام إذا كان ذلك يعني إذا كان عند قبض روحه أتاه محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والملائكة المقربون فإذا قبضه الله عز وجل صير تلك الروح في قالب كقالبه في الدنيا فيأكلون ويشربون فإذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التي كانت في الدنيا وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول الله عز وجل له يا ابن آدم كيف وجدت منزلك فيقول أي ربي خير منزل فيقول سل وتمنى فيقول أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتلى في سبيلك عشر مرات وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين